السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعيكم مروة امامة عدى كل سنة انتو طيبين يا رب ورمضان كريم عليك وعلى كل احبابك وعلى كل اسرتكو النهاردة انا هتكلم معيكم عن شهادات بنك مصر والبنك الاهلي وحديب كل تفصيل عن الشهادات دي الفيديو ده هيبقى مهم جدا للناس اللي عايزة تعمل شهادة والناس اللي عايزة تحسب طريقة كسر الشهادة اللي هي الشهادات القديمة بتاعتها ولو انتو مكسلين تنزلوا البنك عشان رمضان والصيام طيب انت ممكن يعني انت او انت ممكن تعمل الشهادات دي ازاي لان طبعا احنا عارفين في الوقت ده البنك بيبقى زحمة وكل التفاصيل الخاصة بيها ويلا بينا نبدأ الفيديو في البداية بنك مصر عملت شهادتين تمام لو انتو واضح عندكم كده على عندي شهادتين شهادة ابن مصر تمام وعندي شهادة تانية اسمها شهادة الكمة طيب دول الشهادتين الجداد اللي البنك مصر بنزلينهم اللي هم ابن مصر وهي شهادة الكمة اللي هو بعائد شهري والتانية برضو دي عائد شهري تمام مدة الشهادتين دول الشهادة دي والشهادة دي مدتها كان مدتها تلات سنين يعني سواء دي او دي يبقى تاني انا هتكلم معيكو يبقى هنا هكتبلكو بس هنا شهادتين انا عندي شهادتين كده شهادة ابن مصر وعندي شهادة تانية اللي هي شهادة الكمة دايما شهادة اللي هي بتبقى دايما باسم الكمة دي. دي بتبقى دايما اللي هي العائد السبت بتاعها يعني وبتبقى دايما بتبقى في الغالب بتبقى عالى فايدة يعني. اه ابن مصر دي هم عاملينها اه بنظام مختلف شوية اللي هو ايه? بيقول لك عن يعني في السنة الاولى هيديك اتنين وعشرين في المية. تمام? فايدة اتنين وعشرين في المية. يعني لو حطين ميت الف جنيه هتبقى فايدتكو اتنين وعشرين الف جنيه في السنة. تمام? الفايدة دي بتنزل شهريا. طيب تاني سنة هيبقى تمنتاشر في المية يبقى نفس الكلام برضو لو ميت الف جنيه يبقى تمنتاشر الف جنيه تبتلت سنة ستاشر الف جنيه لا ستاشر في المية لو ميت الف جنيه هيبقى ستاشر الف جنيه طيب ايه افضل الشهادة دي ولا الشهادة دي احنا لسه ما تكلمناش عن الشهادة القمة الشهادة القمة معدل الفايدة بتاعتها تسعتاشر في المية تمام تسعتاشر في المية يعني على الميت الف جنيه كل سنة تسعتاشر الف جنيه طيب انا لو حسبت بس النسبة دي والنسبة دي على المية الف جنيه. طبعا هي هتفرق معيكو لو انتو حطين مبلغ كبير. لو انتو لو لو النسبة دي والنسبة دي. لو انا قلت مسلا على المية الف. تمام? اه دي هتنزل لي اتنين وعشرين الف. وهتنزل لي السنة الاولينية والسنة التانية هتنزل لي تمنتاشر الف. انا بتكلم دلوقتي اه في العموم. يعني على على السنة كلها. ودي هتنزل لي ستتاشر الف جنيه. يبقى ده العائد خلال الثلاث سنين. طيب عشان تعرفوا بس انتو هتحسبوه ازاي. دول اجمالي هتطلع لو احنا هسبناهم هيطلعوا آآ ستة وخمسين الف جنيه. تمام? اهو يعني لو انا جبت الكالكوليتور كده. وآآ قلت مسلا اتنين وعشرين الف. زائد آآ تمنتاشر الف. زائد ستتاشر الف. يبقى الاجمالي هيطلع ستة وخمسين الف جنيه. تمام? طيب لو بالنسبة للشهادة التانية احنا قلنا للشهادة التانية بعائد تسعتاشر في لمية. دي اللي هو العائد المتغير. المتغير سنويا. تمام? دي تسعتاشر في لمية. يعني لو قولنا تسعتاشر الف في تلاتة اللي هما في التلات سنين. هيطلعوا سبعة وخمسين الف. يبقى هنا الفرق بين دي ودي هو اه ايه اه الف جنيه. الالف على مدار ايه? على مدار السنين. طيب. انت تعمله بنو افضل. براحتكم. يعني هو الفرق الف جنيه فهو مش كبير. وخاصة لو انتم المبلغ اصغر من الانمية الف جنيه برضو فالعائد مش كبير. لو انتم عايزين عائد ثابت يعني احنا ما بنتكلم مسلا لو 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 احنا اخدنا اتنين وعشرين اه اه اتنين وعشرين الف. على الاتناشر يبقى دي حتطلع لكم كل شهر تمام من المية الف حتطلع لكم الف وتمانمية جنيه الف وتمانمية تلاتة وتلاتة وتلاتين جنيه كل شهر اول سنة. طيب وتاني سنة. تمنتاشر الف. على الاتناشر. يبقى دي حتطلع لكم السنة اللي بعدها الف ونص. طيب والسنة اللي بعدها ستاشر الف. في اه مش فيه على اتناشر. حتطلع لكم الف تلتمية تلاتة وتلاتين. الف تلتمية تلات تلاتات. تمام? يبقى ده خلال التلات سنين. كل سنة هتطلع لكم كده. طيب بالنسبة لدي تسعتاشر الف على الاتناشر يبقى كل شهر هيتطلع لكم سابت الف خمسمية تلاتة وتمانين. تمام? يبقى هي دي نسبتها اعلى من دي. لو انتم المبلغ بتاعكم كبير. تمام? حطوا الشهادات التسعتاشر في المية السابتة. هو كده كده الشهادات دي ولا دي اا يعني هي هي. لو انتم المبلغ بتاعكم صغير ممكن تحطوا اللي هي الشهادة اا الشهادة اللي هي دي. اللي هي العائد المتغير وازيوا لايك يعني براحتكم جدا يعني. هو سواء دي او دي هو العائد بتاعهم ثابت بس هما هنا محددين للعائد واول مرة يعملوا شهادة profund كل سنة اا عائد مختلف بصراحها دي انا مش وفتهاش خالص يعني في البنكة عمللتي مع البنك يعني باق لي كذا سنة اول مرة اشوف ان هما ينزلوا شهادات. كل سنة لها عائد مختلف او عائد متغير. طيب اا هم عملوا الشهدات دي اه هم عملوا الشهدات دي عشان اه احنا السنة اللي فاتت عملنا البنج ك Nanua منزل في نفس التوقيت ده اللي هو شهر تلاتة اخر تلاتة او اول اربعة كان منزل شهادات بعائد 18% فطبعا الشهادات دي كانت سنوية واتفكت خلاص الناس اللي عندها شهادة او عملتها في نفس الوقت اتفكت وفي ناس خلاص فضل لها ايام وتتفكت. فهم منزلين الشهادات الجديدة دي عشان الناس ما تسحبش فلوسها يعني ما ما تسحبش فلوسها وتروح تحطاها في بنك تاني يكون عامل شهادات فهو نزلك شهادات آآ ربطك التلات سنين بها آآ لو انتو مسلا الشهادات اللي انتو بتحطوها بتستخدموها مسلا او بتستخدموا فلوسها او كده يعني فيعني الفلوس دي قزيم مش محتاجينها وانتو ممكن بتجمدوها شهادات وبتستفدوا بالعائد فعملوا شهادات مفيش مشكلة في الموضوع الشهد. آآ طبعا كل حاجة عمالة تغلق آآ يعني هو فالنسب المتغيرة دي هي هي يعني النسب عموما يعني بتاعت او فوائد البنك هي خسارة لان الدهب احنا الدهب كنا منتكلم من شهر كان بقى الف وستمية وعير واحد وعشرين كان بقى الف وستمية وحاجة النهاردة الدهب بقى بالفين متين وشوية فانت لو جبته دهب طبعا على الاستثمار على على المدى البعيد فطبعا اكيد الدهب افضل يعني بس لو في ناس بتبقى عايزة اديها دايما يبقى فيها فلوس وفي عائد دايما شهري معيها بيزق معيها مع مصروف الشهر مع مصروف البيت آآ بيجيبوا بيها حد بيشور نفسه هو واحد بيجيب حاجته مش عارفة ايه كده فا او بنت برضو بتجيب حاجتها فطبعا الافضل اللي احنا نعمل شهادات على اساس ان هو آآ شهريا بينزل بينزل لي فلوس احسن ما تبقى الشهادات موجودة وآآ انا بتكلم برضو ما بتكلمش في قصة حلال وحرام انا برا قصة حلال وحرام انا بشرح لكم موضوع الشهادات وتفاصيل الشهادات تمام آآ آآ ازاي اعمل شهادات وانا في البيت عن طريق البي ام انتو شفتوا طبعا آآ الدنيا كلها بتتكلم عن بتاع بنك مصر والاعلانات بتاعت بنك مصر تمام اللي بتنزلوا ده وبتتكلموا البنك وهو بيتعمل معيكو بس قبل ما بتعملوا تسجيل تسجيل الان وبيقول لك ادخل الرقم القومي بعدين بيدخل رقم الكارت بتاعك وبتتابعوا طبعا التعليمات والتفاصيل آآ آآ عليها وبعدين آآ بيفتح معيكو بقى اسم المستخدم على حسب الاسم اللي انتو كنتو تحطينه والباسورد بيفتح معيكو الحساب نفسه لو الحساب بتاعكو فيه فلوس يعني الحساب بتاعكو فيه فلوس والشهادة تكسرت ممكن ان انتو تعملوا شهادة وانتو قاعدين اللي هو ازاي انا هدخل دلوقتي الباسورد والايميل ثانية واحدة معيكو تمام هو هيفتح معي اهو بيعمل لي تسجيل دخوله وبيبعت لي رسالة ان هو اتفتح آآ على رقم على رقم التلفون اللي انا بحطه في البنك اي حد بيقدر يستخدم تمام انا ده بيبقى الصفحة الاساسية كده سريعا للبنك بيجي لي رسال كده آآ بختار هنا شهادات تمام هتلاقي كل حاجة مشروحة وبعدين ببدأ ان انا اختار يعني الشهادة اللي انا عايزيها مسلا اخترت بصوا معي كده دي الشهادات اهي آآ طبعا شهادة ابن مصر تمام آآ دي اللي هي اللي هي المتغيرة سنويا بعمل كده تقديم وبعدين بدخل على الشهادة بيقول لي هنا آآ بيبدأ ان هو يحمل معايا بيجيب لي هنا الشهادات ممكن ايه الشهادة اللي احنا ممكن نختارها طبعا احنا دوسنا عليها فهي هي نفس الشهادة بيدخل بدخل هنا مسلا المبلغ اللي هو مسلا خمس تلاف جنيه او الف جنيه زي ما انا عايزة هو بيبدأ طبعا من الف جنيه ومضعفاتها تمام هو بيقول لي لي سيدا ضيق رصيد لو معايك رصيد والشهادة مفكوكة فهي اصلا موجودة آآ بعد كده عندي هنا آآ بعد كده هنا بيقول لي نفس نفس حساب مبلغ الخاص يعني هو نفس الحساب ده والحساب تاني وهل تريد تجديد الشهادة بعد الاستحقاق نعم ام لا مسلا هعمل لا وعدين بيقول لي ان الفلوس هنا هتضاف على نفس الحساب وهعمل متابعة تمام ده لو هو كان فيه هنا رصيد في في بس هو هنا مفيش رصيد تمام آآ بصراحة ده بصراحة انا بالنسبة لي ده مميز بيوضح لي كل حاجة عندي بيوضح لي التعملات بتاعتي طيب انا لو ما عنديش او مش عارف اعمل من ومش عايزة برضو روح البنك اعمل ايه آآ ممكن ان انا اعملها من خلال الاتم ممكن ان انت آآ ان احنا يعني نعمل نعمل الشهادة من عن طريق الاتم انا بتكلم كل ده عشان زحمة البنك آآ يعني حنروح على الاتم هندخل الكارتة عادي وبعد كده هن نختار يعني من الاختيارات الموجودة ان انا عايز اعمل شهادة وبالمبلغ طيب اصلا انت لما اي حد لما بيروح البنك والفلوس بتبقى مسلا عشر تلاف جنيه لو احنا نعمل عدية عشرة تلاف جنيه او كده بيقول لك اعمل ادعم من المكنة دلوقتي مش مش عايزين زحم على الشبابين الادعات بتكون على المكن طيب اه اتعامل من المكن امان ولا مش امان لا امان ما فيهاش مشكلة والتعامل من الابليكيشن برضو امان وممكن احنا نفك شهادة من على الابليكيشن هتخش برضو على الشهادات اللي انت كنتوا عاملينها وتعملوا آآ حساب كيمة الاسترداد وبيقول لي يعني آآ لو انا استردادت حيتخصم مني قد ايه بالزبط اصلا لما بنروح البنك واحنا عايزين نفك شهادة ما بيعرفوش يحسبوه لنا كيمة الاسترداد فالابليكيشن بصراحة مميز جدا 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 وانا انصحكم بالتعامل بيه ومعنديش اي مشكلة فيه وانا نفسي بتعمل بالابليكيشن كل حاجة من الابليكيشن بصراحة انا شايفان ان هي كويسة آآ لو انا عايزة اروح البنك بقى خلاص انا مش مقتنعة بكلامي كماما انت عدائي كل اللي انت بتقوليه ده انا مش مقتنعة وعايزة روح البنك وعايزة روح البنك وكل حاجة وانا مش يعني مش عايزة استنى كتير كان في فيديو عندي برض انا بنزل لكم طريقة ان انا ازاي اروح البنك يعني وما استناش دور كتير هقول لكم كده سريعا هنا تمام بخش برضو بفتح الابليكيشن لو انت مسلا عايزة حجزة الممتج او بابوكي بعمل اللي هو زيارة الفرع تمام بدوس كده زيارة الفرع وحيحدد لي هنا لوكيشن هيفتح اللوكيشن وحقدد لي طبعا المكان تمام وهنا بيفتح لي بس اللوكيشن انا افتح اللوكيشن يعني عشان يحدد لي المكان اللي انا قريبة منه بيبدأ ان هو يفتح لي الحاجات بيقول لي دخلي رقم الهدف بتاعك وحدخل مسلا رقم التليفون بتاعي تمام وبعدين اعمل متابعة هنا بيقول لي الفروع انا اختار مسلا فرع العجمي تمام وبيقول لي تحديد الزيارة بيقول لي بقى في تحديد الزيارة انت عايزة خدمة عملة ولا عايزة لو احنا بنختار شهدات احنا بنعمل خدمة عملة لو احنا ساحب واداع بنختار بقى يعني آآ خدمات الصرف تمام لو ساحب او اداع طبعا نشوفي الخدمة اللي انت عايزاها وتعملوها من هنا آآ بنختار التاريخ ولياكم مسلا اربعة ابريل تمام ده اول مكان الموعيد المتاحة بيديني الموعيد المتاحة مسلا هختار تسعة ونص وبعدين بعمل تأكيد زيارة لما بعمل تأكيد زيارة بيطلع لي رقم اهو تمام وآآ لو انت عايزة بتغيريه بتعملي تغيير الموعد او اللي هو بتعمل بعمل تم وكل لما اقفل الابليكيشن وافتحه تاني يعني انا ممكن افتح الابليكيشن تاني اللي هو اول حاجة بيطلعها لي هي الصفحة دي سانية كده زيارة الفرع بيطلع لي الصفحة دي لما بروح هناك على اللي هي الارستمية واحد بقولهم ان انا حاجزة اما اروح البنك بقولهم ان انا حاجزة عن طريق الانترنت وبروح يعني في معادي او قبل معادي مسلا بخمس دقيق بخش بعد معادي حوالي ربع ساعة او نص ساعة بالكتير يعني ما بطولش في البنك بالكتير يعني تمام آآ بصراحة الميزة دي برضو في بنك مصر هي حلوة جدا بتخليكي يعني بتخلينا ما نطولوش واحنا يعني واحنا هناك في البنك ما نطولوش وبتنجز لنا وقتنا كتير يعني غير ان احنا بزياد خدمة العمل لان احنا نقعد نستنى باستاع والساعتين آآ انا شايفها بصراحة آآ البنك مصر بصراحة بيقدم خدمات حلوة مميزة الشهادات ابن مصر ولا الكمة آآ لو انتم مستعجلين على الفلوس او محتاجين فلوس آآ يعني قريبة خدوا آآ يعني خدوا شهادة ابن مصر لو مش هتفرق معاكو يعني وعايزين مسلا لو انتم حطين مبلغ كبير وحيطلع معاكو مسلا في كل مئة الف هيطلع الف جنيه عايزين آآ يعني آآ فانا عايزين تستفدوا بالفلوس دي فحطوا الكمة آآ على حسب المبلغ اللي انتم هتحطوه لو مبلغ صغير خليكو في بنك مصر يعني لو اقل من ميت الف خليكو في بنك مصر عشان هو الف جنيه مش قصة يعني مش مش في التلات سنين فاخدنا الف جنيه فهي دي الحاجة اللي هي الفضيعة يعني لأ آآ استفدوا بال بالتن وعشرين في المية في اول سنة هتفرق معاكو طبعا ومع الغليو والحاجة الزيادة حتى لو خدتوا فلوس الشهادة دي وروح آآ انا احط لكم آآ اللينك بتاع الفيديو اللي هو ازاي اكسر الشهادة وازاي ما اطلعش خسرانا من كسر الشهادة تمام وازاي برضو ان انا احجز عن طريق الانترنت البنكي احجز زيارة آآ حطولكم في صندوق الوصف وآآ ياريت الفيديو دي يكون آآ فاتكو وآآ شكرا لكم والوقتكو وياريت اكون فتكو وبليز ما تنسونيش وما تبخلوش علي بالسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وآآ باي باي